هذا وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية تلك المؤسسة الوطنية العريقة التي لم ولم تتخلف يوما عن تحمل المسئولية كما قدم الرئيس السيسي التحية لشهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لشعبها كما قدم التحية لأسرهم وعائلتهم اسمحوا لي أن أتوجه اليوم بالتحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية تلك المؤسسة الوطنية العريقة التي لم ولن تتخلف يوما عن التصدي لتحمل المسئولية مهما ثقلت وتهدية الأمانة مهما بلغت تحية تحية لها بجميع أجيالها من المحاربين القدامى إلى الأجيال الصاعدة وسلاما على شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لشعبها وتحية لأسرهم وعائلاتهم الذين تحملوا قسوة الفراق وقدموهم ثمنا غاليا ليعيش الوطن كريما مطمئنا